يعمل عشرات الشباب بمنطقة صلح باي بولاية تصطيف في حقوق زراعة نبتة التبغل وحدهم رفقة وصيلة تقليدية بسيطة ما جعل الكثيرون منهم يفكروا في الانسحاب من هذه الزراعة لقساوتها على أكثر من مستوى رغم أن هذه المهنة تعد العائل لهم الوحيد أكثر تفاصيل في تقرير فرشيبغ يعيش شباب المناطق الجنوبية لولاية تصطيف واقعا مؤلما مع زراعة نبتة الشمة والسجائر التي يعتبرونها الملاذة الوحيدة نظرا لخصوصية المناخية لهذه المنطقة الشبه قرية الشمة والدخال اللي يتكيفوه ورصفة صالح بيكل يخدموا الدخال عائل ميان احنا خديا مبال نحرثون هندينهم فديان وبعدا نزرعوها زريعة وبعدا نقلوها فهمت وبعدا نقول لهم نحشوها نعلقوها ونقول لهم نفرسوها وبالموس وبعدا نربطوها رباط رباط وندفعها للدولة إلى جانب التحدي والإصرار في وجه طبيعة التي لا تخدمهم في كثير من الأحيان توجد حقيقة مرة ترجعهم خطوات في كل مرة إلى الوراء فامتلاك الجزائر لهذه المؤهلات الزراعية تكون إضافة نوعية على غرار القمح اللين والشعيري إن نحسن استغلالها في جني العملة صعبة ترجمة نانسي قنقر